السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصفة الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في اسئل كتاب مندليف المراجعة النهائية في عام 2021 الجزء التاني صفحة 26 الاختبار التاني على البابين الثالث والرابع السؤال الاول بيقول اذا كان التفاعل الكيميائي او التفاعل التالي متزن عن درجة حرارة 500 500 كيلفر وفق المعادلة الاتي وفق المعادلة الاتي يبقى التفاعل ده متزن عن درجة حرارة كام 500 فجايب لي هنا في التفاعل قيمة للكيب اللي هي واحد ونص بيقول لي فان الشكل الصحيح الذي يمكن ان يمثل الاتزان الجديد عن درجة 300 لو ركزت في التفاعل بتاعنا هتلاقي اكتر من حاجة مميزة عندك هنا الهيد في النواتج اذا التفاعل بتاعنا تفاعل طارد خفض درجة الحرارة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطاردي لاننحنا نقول دايما طارد تبريده طاردي خفض درجة التفاعل طارد يجعله ينشط في الاتجاه الطاردي وبالتالي كمية النواتج هتزيد فقيمة الكي بي المفروض ان هي بتزيد يبقى النواتج بتزيد والكي بي بيزيد طيب طالما كمية النواتج زادت هنبدأ نبص على الرسومات بتاعتنا وندور على النواتج اللي هو الاب اللي هو الكرة الحمراء والكرة السوداء ديت مع بعض لازم يبقى في الإناء أكبر من مجموع الاب اللي هو الكرتين الحمراء مع بعض والبيت واللي هو الكرتين السوداء مع بعض فنبدأ نبص كده في الشكل ألف هلاقي ان أنا عندي أدى 1 2 3 هذه المتفاعلات طيب النواتج هيبقى دي 1 2 3 4 يبقى النواتج أكبر من المتفاعلات إذن قيمة أو ضغوط النواتج أكبر من ضغوط المتفاعلات وبالتالي قيمة الكي بي هتكون أكبر من الواحد يبقى الشكل ألف صحيح عاوز تتأكد من إجابتك بص على الباقي احنا عندنا هنا كده أدى 1 بعد الاتنين المتمثلين أدى 1 2 3 4 5 5 متفاعلات أو 5 جزيئات من المتفاعلات عندي 3 بس من النواتج يبقى بقى مش نافعة لو روحت الجيه عندي أدى 1 2 3 4 4 متفاعلات و 2 نواتج بس برضو مش نافعة هتلاقي عندي هنا 1 2 3 4 4 متفاعلات و 1 ناتج يبقى مش نافعة يبقى الاختيار الصحيح هيكون ألف السؤال رقم اتنين يقول لي وضح الجدول التالي أثر زيادة درجة الحرارة على قيمة ثابت الاتزان كبير لبقى هنا بنأكد أن قيمة ثابت الاتزان تتغير بتغير درجة الحرارة فقط يقول لي احنا عندنا درجة الحرارة بتاع التفاعل طبعا احنا عندنا التفاعلة هو N2 زائد O2 بيعطي TNO اللي هو تفاعل اتحاد النيتروجين مع الاكسجين لتكوين اكسيدناتريك فهنا بيقول لي هنا درجة الحرارة كانت 25 أصبحت 400 أصبحت 800 أصبحت 1200 أصبحت 1200 يبقى كده فيه إيه اللي بيحصل بيحصل زيادة بدرجة الحرارة بتزيد درجة الحرارة وبيزيد معاها قيمة الكي بي قيمة الكي بي كانت 4 في 10 أصبحت 33 أصبحت 10 أصبحت 13 10 أصبحت 8 10 أصبحت 5 يبقى فيه إيه برضو زيادة في قيمة الكي بي طالما زيادة وزيادة يبقى العلاقة بينهم علاقة ايه ترضي طالما العلاقة ترضيها بين درجة الحرارة والكي بي يبقى التفاعل بتاعنا تفاعل طارد ليه مستر؟ هقولك هنا تفاعل ما اسمع ليش لان بزيادة درجة الحرارة هتزيد قيمة الكي بي دليل على زيادة النواكي يبقى هنا ايه التفاعل اللي مزود في درجة الحرارة تزيد قيمة النواتج اللي هو التفاعل الماص يبقى التفاعل اللي قدامنا تفاعل الماص اللي هو اتحاد النيتروجين مع الاكسوجين هنا بقى بيقول لي في الاختيارات اول حاجة يعدي تفاكك الان او ماص لا احنا قلنا اتحاد ماص يبقى التفاكك طارد يبقى الف خط السؤال اللي بعده او الاختيار اللي بعده بقول لي يزداد تفاكك الان او بيرافع درجة الحرارة أنا لما برفع درجة الحرارة بينشط التفاعل في الاتجاه الطرد لأن ده تفاعل ماص رفع درجة حرارته يجعله يسير في الاتجاه الطرد يسير في الاتجاه الطرد يبقى ما بحصلش تفكك بيحصل اتحاد يبقى بقى مش نافع ينشط التفاعل المتزن في الاتجاه الطرد بزيادة درجة الحرارة يقوله فعلا دي عبارة صحيح كل ما بنرفع درجة الحرارة بينشط التفاعل الطرد لذلك قيمة الكي بيحصل لها ايه تزداد يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون جيم هي الصحيح يبقى إجابة السؤال رقم اثنين جيم هي الصح نروح للسؤال رقم ثلاثة طبعا ده لتتأكد من خطأها ليه لاني بقولك قيمة الكي بي لتفكك الان او اصغر من قيمة الكي بي لتكوين الان هو عند نفس درجة الحرارة لا الكي بي للتفكك الكي بي للتفكك اصغر من قيمة الكي بي للتكوين عند نفس درجة الحرارة الاعبارة ديات خطأة ما بيكونش اصغر بيكون اكبر لان لو عكسنا اتجاه التفاعل هنقول ان الكي بي الجديدة بتساوي واحد على الكي بي القديم فنحط واحد على كي بي واحد على كي بي هنلاقي هنا ان الاشارة بتاعت القص هتتغير وبالتالي القيمة هتزيد مش هتقل. السؤال اللي بعده رقم 3. في التفاعل 4NO يتفاكك ل 2N2 زائد 2N2O2. ده تفاعل تفاكك وعطلنا دلتا اتشي بقيتنا بالموجب ده معنا ان التفاعل بتاقنا تفاعل ايه? موس. طيب قولي فان نقط يؤدي الى نقص نسبة الاكسجين. انا انا عاوز التفاعل ينشط في الاتجاه نو العكسي. ايه اللي يخلي التفاعل ينشط عكسي? اعد معايا كده العوامل. اول حاجة. نخفض تركيز المتفاعلات. يعني نخفض الNO. موجود خفض الNO? موجود سحب الNO في الاختيارات? لا. تاني حاجة زيادة تركيز احد النواتي. يعني ينزود الاكسجين ينزود الNO. لان لو زودت الاكسجين هينشط التفاعل في الاتجاه اللي بيلغي هذه الزيادة يبقى ينشط عكس فاتقل كمية الاكسجين بعد كده. لو زودت النيتروجين هيسحب الاكسجين وهينشط في الاتجاه العكسي. طيب انت عندك هنا موجود في الاختيارات زيادة اكسجين او زيادة نيتروجين? لا مش موجود. بعد كده التفاعل بتاعنا تفاعل ايه? ماص. تفاعل ماص عشان نخليه ينشط في الاتجاه العكسي يبقى نبرد وسط التفاعل. يبقى خفض درجة وسط التفاعل. يبقى هنا كده هتبقى مين؟ ده. طيب تعال بقى نشوف الاختيارات ونحل بطريقة تاني. اضافة اكسيد النيتريك بضيف متفاعل ينشط التفاعل طردي فيزيد الاكسجين. زيادة الضغط لن تؤثر لان عدد ملات المتفاعلات بيساوي عدد ملات النواة. تسخين وسط التفاعل في التفاعل الماصي يخليه ينشط طردي فيزيد الاكسجين مشيقل. تبرد وسط التفاعل عكسي التسخين فينشط التفاعل عكسي وبالتالي اقل نسبة الاكسجين يبقى الصحيح. سؤال رقم اربعة. عند درجة حرارة الف. كان ثابت الاتزان لتفاعل بين الايدروجين والاكسجين لانتاج الماء كبير. يساوي اثنين واحد من عشرة فعشرة اثنين وعشرين. عندما يكون التفاعل في حالة اتزان. انا عمدي تعريف الاتزان الكيميائي. ونظام ديناميكي يحدث. عندما يتساوي معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج. يبقى فيه تساوي وفيه ثبوت. فيه تساوي للار واحد مع الار اثنين. وفيه ثبوت لتركيزات النواتج والمتفاعلات. فهنا بيقول سرعة التفاعل الطردي اكبر. قلت له لا انا قلت من شروط الاتزان ار واحد بتساوي ار اثنين. يعني سرعة التفاعل الطردي بتساوي سرعة التفاعل العكسي. وده مش متوفر في الف وبا. متوفر فين؟ في جيمي. اللي هو سرعة التفاعل العكسي بتساوي سرعة التفاعل الطردي. يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون جيم. السؤال الرقم خمسة. بيقولي. في التفاعل قدامي ان تو زي او تو بيعطي تو ان او زي اد هيت. تفاعل بتاعنا تفاعل مالو. تفاعل طرد. الحرارة في النواتج يبقى تفاعل مالو طرد. يمكن زيادة الان او. عاوز ازود الان او. تعال نشوف الاختيارات ما نجربها. لو قللت الاكسجين. يبقى بقل المتفاعد ينشط التفاعل عكسي. فيقل الان او. مش يزيد. خفض درجة الحرارة. تفاعل طارد. تبريده طردي. يبقى يزود الان او. يبقى خفض درجة الحرارة. صح. تفاعل طارد تبريده طردي. يبقى النواتج تزداد. يبقى الاجابة بتاعتنا بقى. طيب الضغط مش بيأثر. تقليل كمية الان او. تخلي التفاعل ينشط ايه؟ عكسي. السؤال رقم ستة. في النظام المتزن التالي. جايب لي كابريتات باريوم. بتتأين لباريوم وكابريتات. عند اضافة قطرات من حمض الكابريتي. عند حاجة اسمها تأثير الايون المشترك. يعني ايه تأثير الايون المشترك. انا لو اينت الاتش تو اس او فور. هيتأين يعطي ايونات هيدرونيوم او ايونات هيدروجين. زائد ايونات الكابريتات. ففي النواتج هتجد ان احنا بنزود تركيز ايونات من الكابريتات. زاد الكابريتات. يبقى زودت ناتج. يقوم ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي. فتقل النواتج وبعد كده تزداد المتفاعلات. فبيقول لي الباريوم يزداد. هقول له لا الباريوم مش هيزداد هيقل. ليه؟ لان الكابريتات لما بتزيد بتتحد مع ايونات الباريوم وتروح تكون المتفاعلات مرة اخرى. لما بنزود احد النواتج بينشط التفاعل في الاتجاه الذي يلغي هذا التأثير. تبقى لقاعدة له وشاترية. يبقى احنا كده نختار له مين؟ با يقل لتركيز البي ايو. السؤال رقم سبعة. سؤال جميل وفكرته جميل. بقول لعندي تلات محليل املاح مختلفة لها نفس التركيز. تلات املاح يبقى احنا نشتغل تميق. جاب للملح الاولاني ان اكس. والملح التاني ان اي واي. والملح ثالث ن اي اكس ن اي واي ن اي كده يبقى اي اكس ان اي اي اكس ان اي 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 اكس ان اي 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 اتش يعني قوة القاعدة متوسطة من كده القاعدة الفرق بينها وبين الحمض مش كبير اوه يبقى الحمض بتاعنا قوته مالها متوسطة طيب في الاخر لقينا البي اتش بتاعة الملح الاخير كبيرة جدا يبقى هنا كده القاعدة اكبر بكتير من الحمض اذا الحمض كان قوته ايه اقل بكتير يبقى انت عندك الاكس اقوى عشان اتعدل مع الان ايه جي بعد منه الواي كانت القوة بتاعته اقل من الاكس ولكنها اكبر من من الزد يبقى انت عندك اكس اكبر من الواي اكبر من الزد في القوة يبقى الاختيار بتاعك الف الاختيار الصحيح بتاعنا يكون مين الف سؤال رقم تمانية ادرس الشكل القاتي ثم اجب عند اضافة محلول اذرق برومو ثيمول ده احد الادل بيبقى له ثلاثة الواي بيبقى اذرق قاعدي بيبقى اخدر متعادل بيكون اصفر حامد دول كده الثلاثة الواي هنا بيقول لي الشكل ده بيوضح تميق الايه تميق الملح اكس ايه اكس ايه قبل التميق كان عدد ايونات الاكس بيساوي عدد ايونات الايه لما تميق ايه اللي حصل الاكس ال طيب هو الاكس ده لما يتاين في المية هيلاقي المية موجود اتش موجب و او اتش ايه سالب فالمفروض ان الاكس موجب يتحد مع الاو اتش سالب والايه سالب يتحد مع الاو اتش موجب ده المفروض فالاكس اتحد مع الاو اتش عشان كده ايوناته قلت فطالما بيتحد يبقى القاعدة بتاعتنا كانت قاعدة ايه ضعيفة لان القاعدة القوية ما يتاين منها لا يتحد مرة اخر يبقى القاعدة بتاعتنا دي كانت القاعدة ضعيفة عشان تأين او ايونات الاكس موجة باتحدث مع الاو اتش سالب عشان كده تركيزها قال طيب الايه سالب المفروض انه هو يتحد مع الاو اتش موجب لمتحدش لان تركيزه سابت اوه طالما لمتحدش يبقى الحمض قوي يبقى انت عندك حمض قوي وقاعدة ضعيفة الحمض القوي والقعدة الضعيفة بيعملوا ملح إيه؟ بيعملوا ملح حمضي فيبقى التأثير بتاعنا أصفر السؤال رقم 9 ما تعبير ثابت حاصل الإذابة لملح فوسفات الكالسيوم؟ فوسفات الكالسيوم C A 3 B O 4 by 2 ده لو هيتقين هيتقين لـ 3 C A موجب 2 وي الـ B O 4 سالب 3 قدامها 2 لما يجي أعمل الـ K S B هيسوى حاصل ضرب تركيزات الآيونات كل منها مرفوع لأس بيسوى عدد الملات يبقى آيون الكالسيوم موجب 2 مرفوع لأس 3 آيون الفوسفات سالب 3 مرفوع لأس كام 2 وندور على ديت ونشوفها فيه ألف مش نفع لأنه حاطت على الكالسيوم أس 2 يبقى ديت غلط بقى حاصل ضرب آيونات أولا الكالسيوم موجب 2 مرفوع لأس 3 والفوسفات سالب 3 مرفوع لأس 2 هي نفسها اللي احنا كتبنها يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بقى طبعا جيم مش نافع عشان الزائد والدال مش نافع برضو عشان إيه؟ الزائد والأسس بتاعتنا مش مزبطة السؤال رقم 10 عند إمرار واحد فرضاي فيه محلول يحتوي على آيونات الكالوريد فإن عدد مولاد غاز الكالور نحن عارفين أن واحد فرضاي من أي واحد فرضاي بيرصب أو بيصاعد كتلة مكافأة من أي مد أنا عندي الكالور الكتلة المكافأة بتاعته بتساوي 35.5 على واحد لأن كتلته المولية 35.5 والتكافأة بتاع واحد تمام؟ طيب يبقى هنا واحد فرضاي بيصاعد 35.5 هو بيقول لي 35.5 دولار بيساوي كم مول من غاز الكالور احنا كنا بنشتغل على الكالور كزارة فوق هو هنا بتكلم على الكالور كغاز غاز الكالور CL2 يبقى كتلة المول منه 35.5 في 2 35.5 في 2 يبقى كام؟ 35.5 في 2 هيبقى كده واحد وسبب الواحد وسبعين دولار نقدل 35.5 كم مرة؟ مرتين يبقى محتاجين كده كم فرضاي؟ اتنين فرضاي عشان يرصبوا يصاعدوه يبقى كده عشان نصاعد واحد مول من غاز الكالور نحتاجين كم فرضاي؟ 2 فرضاي طبعا هو هنا النص الأخير اللي انا عملته ده مليش لازمه خالص يقولي عند امرار واحد فرضاي فهيرصب لنا كم مول؟ هقوله 35 دولار بيمثلوا نص مول 35 دولار بيمثلوا كم مول؟ نص مول من الجزيات نص مول من الجزيات عرفت منين ان هو نص مول؟ هنقول كتلة مول خمسة وتلاتين ونص على واحد وسبعين خمسة وتلاتين ونص على واحد وسبعين بيمثلوا نص مول تمام كده؟ لكن لها لازمة بقى نص مول السؤال اللي بعده؟ بقولي بمعلومية الإي للتفاعلين التاليين بمعلومية الجهد بتاع التفاعلين دون او القوة الدفعة بتاعته جاب لنا التفاعل الاولاني ام يتحول من صفر للموجب 3 يبقى الام هنا ايه انود وبيحصل له اكساد والخارسين كسود وبيحصل له ايه اختزائي بيقولي عطلنا هنا القوة الدفعة للبطارية كلها او الخالية كلها وعطلنا القوة بتاعت او فرق الجهد بتاع الخارسين وهنا بيقولي احسد جهد الايه؟ جهد التفاعل التالي وهو جهد تحول جهد اختزال الأم طبعا احنا عندينا الاي ام اف بتتساوي الاي ام اف بتساوي فرق جهد اختزال الكاثود ام اف بتاع البطارية بتاع الخليق ساوي 9 من 10 والكاسود اللي هو كان الخرصين لانه حصل له اختزال كان جهد اختزاله 76 من 100 بالسالب 76 من 100 بالسالب يبقى 9 من 10 بتساوي سالب 76 من 100 سالب جهد اختزال الانود هيبقى مطلوب وهنعتبره X نبدأ نعدي عكس الاشارة يبقى احنا عندنا هنا كده 9 من 10 السالب هتبقى موجب 76 من 100 ساوي سالب X النتج بتاعنا هيبقى 1 66 من 100 بيساوي سالب X يبقى الـ X بتساوي 1 66 من 100 بالموجب دي سالب بيساوي 1 66 يبقى الـ X بس بالموجب هتبقى 1 66 بإشارة مخالفة اللي هي سالب 1 66 يبقى احنا عندنا كده الإجابة بتاعتنا هتكون ده سؤال رقم 12 في الشكل المقابل يحتمل أن يكون الوعاء مصنوع من مادة بيقول لي هنا يتغير لون المحلول إلى اللون لازرق يبقى عندنا وعاء من مادة ايه؟ ومحلول من المادة بي طالما تغير المحلول إلى اللون لازرق يبقى هنا كده وجدت أيونات النحاس تبقى أيونات النحاس هتجي منين؟ هتجي من الوعاء يبقى هنا كده أيونات النحاس جات من الوعاء يبقى الوعاء مصنوع من النحاس يبقى الاختيار بتاعنا يكون ده صار رقم 13 بقول لي في الخلية الجلبانية تعمل القنطرة الملحية على جميع مهالي معادة تسمح بمرور الأنيونات في اتجاه نصف خلية الأنود هي بتسمح بمرور الأنيونات نحية الأنود والكاتيونات نحية الكاسود يبقى ديات صح تسمح بمعدلة الأنيونات الزائدة في نصف خلية الكاسود بيتسمح بمعادلة الأنيونات الزائدة في نصف خلية الكاسود طبعا الأنيونات ديات بتبقى موجودة فين؟ في نصف خلية الكاسود وبعد كده بتتاجه للأنود يبقى فعلا دي صحيح تشترك في تفاعلات الأكسادة والاختزال الحديثة طبعا القنطرة أو محلول القنطرة من شروطه أنه لا يتفاعل مع محلولي نصفي الخلية وبالتالي لا يشارك في الأكسادة والاختزال أن الأكسادة والاختزال بتحصل بسبب الأنود والكاسود والقنطرة لا دخل لها فيها يبقى سؤال 13 إجابته من؟ جين طبعا هي بتمنع الاختلاط المباشر بين محلولي نصفي الخلية سؤال رقم 14 بقول لتتضمن تفاعلات الأكسادة والاختزال التلقائية كل مما يأتي معا تحدث في الخلية الجلبانية الأولية والسانوية صحة طيب دي تفاعلات أكسادة والاختزال التلقائية يحدث أكسادة للفلز الأنشط عند غمسه في محلول آيونات فلز آخر أقل نشاطه طبعا إحنا بيحصل عندنا أكسادة واختزال لما بنغمس فلز في محلول آيونات فلز آخر ساق الفلز الأنشط بيحصل لها أكسادة يبقى بيحصل تفاعل أكسادة واختزال فلس كده يبقى هنا بيحصل أكسادة للفلز الأنشط لما بنحطه في محلول آيونات فلز آخر إذن عبارة دي صحيح تنتقل فيها الإلكترونات بين المواد المتفاعلة الإلكترونات بتتنقل بين المواد المتفاعلة بتتنقل من الأنود للكاسود تنتقل من الجهد أعلى لجهد أقل لا تتم إلا بوجود مصدر خارجي طبعا وبلة تلقائية طالما تلقائية يبقى كلمة لا تتم إلا بوجود مصدر كهربديات غلط اللي بيحصل في الخلان هي التحليلي سأل رقم 15 بل الشكل الذي أمامك يوضح أحد التغيرات الحادثة عند قب من أقطاب خليل الدنيا طبعا الرسم عشان يبقى واضح بالنسبة لك هنا كده آيونات نحاس وجاي لها إلكترونات وبعد كده بتاخد الإلكترونات وبتتحول إلى زرات نحاس انت عارف أن في خليل الدنيا آيونات النحاس بتكتسب إلكترونات وتتحول إلى زرات لذلك كتلة الكاسود بتزيد فبيقول لي هنا ده بيعبر عن زوابان لوح النحاس لوح النحاس كتلته بتزيد ما بيدوبش اللي بيدوب الخرسين ترصب آيونات النحاس على الكاسود وعزله عن التفاعل طبعا آيونات النحاس بتترصب على الكاسود بس ما بتعزلش عن التفاعل ولا حاجة اللي هيعزله عن التفاعل هو كده 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 صاق النحاس ضيفش عارف محترم بيقابل آيونات النحاس اللي تحولت لزراته بتترقم على سطح تمامي فبقى خلاص ترصيب زرات النحاس على الكاسود وزيد الكتلته فعلا كتلة الكاسود بتزيد بأدية الإجابة الصحيح سؤال رقم 16 ثلاث خلايا تحليلية أقطبها من البلاتين تحتوي على أيونات تحتوي كل منها على إلكترويد مختلف في الأولى موجود محلول كلوريد صوديم عاوزك بقى تحفظها تفهمها تركز بقى كلوريد صوديم ده محلول لما بيحصل له تحليل الكولور بيتصاعد عند الأنود والهيدروجين بيتصاعد عند الكاسود ده لو محلول لو مصهور يبقى كلور وصوديم حمد الهيدروكلوريك نفس الكلام كلور وهيدروجين مصهور بروميد الرصاص عند الأنود هيبقى موجود أبخرة البروم البرتقالية وعند الكاسود هيترسب من الرصاص لأن الرجل بيقول مصهور فبيقول هنا أي من الخلايا الثلاثة يتصاعد غاز عند كل من الأنود والكاسود الخلية الأولى طلع فيها كلور وهيدروجين والخلية الثانية طلع فيها كلور وهيدروجين الثالثة طلع فيها بروم وترسب من الرصاص والرصاص ليس غاز يبقى الخلية الأولى والتانية هو اللي تكون الأولى والتانية الأولى والتانية يبقى الاختيار نهو ألف الأولى والتانية هي اللي تكون فيها غازين عند الأنود والكاسود السؤال 17 بنال 17 يقول لمأت فيها الأول domu أخذ مصهور Berوميدي الرصاص يوفر المكسى من أول شيئ لكن بروميدي الرصاص ليس لسي ولHmm الآن عن الانود ضرب أفار التالي من البرم Wen وعند الكسود بتتكون ذرات الرصاص او بتتрасب ذرات الرصاص. فبيقول يتصاعد غاز ادم اللون عند الكسود. قالوا لا الغاز اللي عند الكسود مش غاز ده ورصاص اصلا. تترسب ذرات فليز رماد اللون عند الانوت. لا الفليز صلى عند الكسود مشه عند الانوت. تتصاعد ابخرة برتقلية حمراء عند الانوت. اللي هي ابخرة مين البروم بديك إجابة صحيح سؤال رقم 18 تمت عمليتي تمت عمليتي تحليل كهرابي في تجربتين من فصلتين احتوت الخلية الأولى على محلول كولوريد السوديم الخلية الأولى كان فيها محلول كولوريد السوديوم وإحنا قلنا لسه إلين دلوقتي محلول كولوريد السوديوم بيطلع كولور عند الأنود وبيطلع هيدروجين عند الكاسود وهسيب لك رابط في الفيديو ده بيبين التحليل الكهرابي وقواعد التحليل الكهرابي عشان ترتاح من النقطة دي بينما احتوى الخليات الثانية على بروميد الرصاص قولنا البروم بيبقى عند الانود والرصاص بيترسب عند الكاسود نقول لي ايا مما يالي صواب في كلا التجربتين يتجمع الهالوجين في صورة غزية عند الانود ايوا الهالوجين اعتقنا الاولاني كان كلور والهالوجين التاني كان بروم واتكون عند الانود ياب Kristi بعد ذلك بيقول تترس بزرات الفلز عند الكاسود لا زرات الفلز تترسب عند الكاسود في حالة الرصاص لانه مصهور وفي حالة الuxno comment testosterone ما بترسبش لان acronym الماء هي اللي بيحصول لها اختزال ومش ايونات صوت بعد ذلك تساعد غاز الهيدروجين عند الانود لا الهيدروجين متساعد عند كسود الخلية الأولى يتساعد غاز الهيدروجين عند الكسود أو يتساعد عند كسود الخلية الأولى وفي الخلية الثانية مفيش فيها هيدروجين لأنه يقول لي أيا مما يلصاب في كلا التجربتين يبقى لازم هيدروجين في التجربتين وده ما بيحصلش يبقى لفي العبارة الصحيح وبكده نبقى خلصنا الامتحان الثاني على البابين الثالث والرابع انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته